أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لأن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة يشمل التطوير الإداري والمالي وكذلك تعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلاء لالتزاماتها جاء ذلك خلال اجتماع عقده ومدبولي بمقار الحكومة بالعالمين الجديدة حيث تمت الإشارة إلى وجود مقترحين بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها والتنسيق فيما بينها في تحقيق السياسات واستراتيجيات الدولة ورفع معدلات أداء هذه الهيئات